اشتركوا في القناة ان كل واحد من هذه الاصول يثبت غيره ووصل بنا المقام الى الكلام في العدل وقلنا ان العدل هو عبارة عن الحكم الذي فطر الله عباده عليه واودعه لديهم في عقولهم حيث بنا الكون على هذه النظم والقواعد وبها اثبتنا الحياة بعد الموت وبها يحاسبنا المولى عز وجل يوم القيامة فتفرع من العدل سؤال عن افعال العباد في دنياهم اهم مسيرون ام مخيرون فذهب الناس فيها مذاهب قال بعضهم بان العباد مجبرون مكرهون غير مخيرين ليس للعبد فيما اراد اراده انما الارادة لربه القادر القاهر وقال اخرون انه ليس للعبد ليس لله تعالى تدخل في ارادة العبد ابد فهو مخير مطلقا وقال اهل البيت عليهم الصلاة والسلام انه لا جبرى ولا تفويض ولكن امر بين بين او امر بين امرين واتينا على ذكر هذه المقالة اللطيفة الشريفة بشروح وابدينا فيها معاني اعيدها للاستذكار سريعا ثم نكمل قلنا اننا نرى بالوجدان من غير حاجة الى كبير البرهان ان امورا في دنيانا مكرهون عليها بالضرورة كساعة الميلاد واختيار الابوين وساعة الرحيل والفراق من الدنيا ومثلها كثير كاختيارك نوعا وجنسا وكاختيارك طولا وعرضا وكل هذا ليس للعبد فيه ارادة وليس للعبد فيه خيار الخيار لسواه في اختيار ابويه في ذاتيات جسمه في انطلاقه في انتقاله من دنياه فهذا دليل وجداني على كون امور لا يتصرف فيها العبد بل تتصرف فيه بل تتصرف فيه وان امورا الارادة كل الارادة فيها للعباد يختارون يفرضون يرفضون يتصرفون لك ان تفعل لك ان تترك فلا جبرة مطلقة في كل الامور ولا اختيار مطلقة في كل الامور ان امورا انت مجبر عليها وان امورا انت مخير فيها هذا معنا من معاني لا جبرة مطلقة ولا تفويض مطلقة انما امر بين امرين يعني ان امورا هكذا وان اخواتها هكذا واضح لا جبرة مطلقة في كل الامور ولا اختيار مطلقة في كل الامور هذا هو المراد هذه صورة من صور لا جبرة ولا تفويض بيان اخر بصورة اخرى وطريقة اخرى ان ذات الفعل الذي نحن قائمونا به متمثلونا به له حيثيتان ان ذات الفعل الذي نحن نمتثله نتمثله نقوم به له حيثيتان حيثية قدرة اصلية فيه وحيثية التصرف والاختيار اعطيك عليه مثالا اني اريد ان ارفع يدي رفع اليد بهذه الطريقة يلحظ من جانبين اصل القدرة العضوية اصل القدرة العضوية وجود المقدرة البدنية لاني لو كنت مشلولا لما تمكنت من رفعها فاذا يلحظ فيا عندما اريد ان اكتب يا اخي عندما اريد ان اكتب يلحظ بهذه الكتابة جانبان اصل القدرة على حركة الانامل و اختيار الحركة بذاتها حتى اكتب اهمزة احتى اكتب همزة او اكتب باء هذا اختيار اصل القدرة ليست مني فان غيري وقصدي بغيري المولى عز وجل القاهر الواحد الاحد سبحانه وتعالى اصل القدرة الخام اعرفتكم ماذا اقصد من قدرة الخام يعني اصل القدرة التي بها اقوى على الحراك اصل القدرة الخام يا ليست مني هي من غيري هي منه عز وجل لو شاء لشلني فلا اقوى على حراك لو شاء لأعدمني الحياة لو شاء لأعجزني عن الحركة لكنه بمنه عز وجل اقدرني على قدرة رفع اليد وعلى قدرة عدم رفعها اقدرني على قدرة حركة الانامل باي طريقة لو شاء لمنعني لو شاء لكفني وشلني اذا من جهة اصل وجود القدرة وعدمها انا مجبر لا خيار لا خيار لي من جهة التصرف في حركة اليد يمينا او شمالا او ساكتب حسنا او غير حسن هذا لي هذا لي فاذا في ذات الفعل لا جبرا لان الجبرا لا يتصرف بي في حركة الانامل انا اختار حركة الانامل ولا تفويض ولا تفويض لان لان في اصل القدرة انا غير مفوض اتضحت اتضحت اذا لا جبرا في ذات الفعل بل الخيار في اختيار الحركات لي ولا تفويض في ذات الفعل فان المولى عز وجل يقدر على ان يشلني ولو شلني لما قويت على حراك رواية شريفة لطيفة عن العالم المجهول عن العالم المجهول بهلول يرحمه الله حصلت مع احد ائمة المذاهب الاخرى كان يقول ذاك في محضر ولمة من اصحابه اني سمعت مقالات من جعفر ابن محمد صلوات الله عليه وهي خاطئة اخطئه بها ارفضها عليه سمعت مقالات من جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليهما على جعفر وعلى محمد صلى الله عليه جميعا وكان على منبره المتكلم ذاك كان على منبره وهو النعمان ابو حنيفة كان على منبره وقال عرفنا عن جعفر صلوات الله عليه انه يقول نكمل سمعنا عنه انه يقول ان العبد مخير في اختيار افعاله وانا اراه مجبرا فان الله يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله وهو يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فالرامي هو الله والمتصرف هو الله نحن قلنا قبل قليل المقدر هو الله والمتصرف انا وانت فان جعفر يقول العبد مخير في تصرفاته وانا اقول انه مجبر الثانية ان جعفر يقول انه لا يرى ربه لا في دنيا ولا في اخرة واني اقول ان الله يرى في الاخرة انه في الاخرة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الله الله يقول انها سطرى ربها والثالثة انه يقول بان الله سيعذب ابليس في نار جهنم واقول انه من النار ومن كان من النار لا يعذب بالنار فاخذ العالم المجهول مدرة من طراب كحجر ورماه بها فأوجعه وآلمه فأخذ عليه رحمه الله وصرخ به وخاطبه ذلك المتكلم فكان الجواب كالتالي قال لما فعلت هذا قال لم افعل قال سبحان ربك رآك من حضر وتقول لم افعل يقول لم افعل انما فعله هو الله انت قلت قبل قليل بان العبد مجبر وان الرامي هو الله فالله رماك ولم ارمك انا الم تقل هذا قبل قليل وصدق جعفر عليه السلام الان امت دنتني دنتني يعني حكمت علي وطالبتني وعاتبتني لما تعاتبني لما تلومني انما يلام الله ويعاتب الله لان الله لو لم يرد لما رميتك هو اجبرني على رميك بل هو الذي رمك لان الله يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الثانية يقول انك غير متألم يقول لما غير متألم يقول لاني لا ارى الامك لان ابو حنيفة قال ان الله يرى وما كنت لأؤمن برب لا اراه فلا بد ان يرى فقال ابو حنيفة انت غير متألم فعلامة دينني قال وما ادراك قال لاني لا اراه وانا لا اؤمن بشيء لا اراه انت قلت قبل قليل انك لا تؤمن بشيء لا تراه انت مؤمن بانك متألم والألم لا يرى كذلك ربنا يعلم وجوده من اثاره ولا يرى له شاخص واما الثالثة فانت من تراب وتألمت بالتراب كذاك ابليس من نار ويتألم بالنار يحترق بالنار يتأذى بالنار شاهدوا كلامنا على الاولى اني ما رميتك الذي رماك هو الله واضح اذا عود على بدء نحن قائلون بان كل فعل من الافعال بذاتها ان كل فعل بذاته ان كل فعل بنفسه له جنبتان جنبة اصل الاقدار وجنبة التصرف فيه عتابنا وحسابنا وخطابنا من ربنا عز وجل على التصرف لا على القدرة الخام فانها ليست منا انما هي منه عز وجل وعطيك عليه مثالا حسيا الطاقة الكهربائية وصلت الى المبنى الذي انت فيه اصل وجود القدرة الكهربائية والطاقة من غيرك من المحول اختيارك في استخدامها للتدفئة وللاستفادة الصحيحة وللاستفادة المغلوطة لك لا تتدخل الشركة فيك بماذا انت تستعملها انت حر مخير تماما في كيفية الاستخدام تستخدم هذا او تستخدم ذاك تستخدمه بالصالح او بسواه بالليل او بالنهار كيف تستخدمه بعدل او باسراف بصواب او بغيره الخيارات في التصرفات لك لكن الشركة تقدر على منعك منها بلحظة تعود حجرتك ظلاما دامسا اذا ارادت الشركة ان تقطع عنك القدرة الكهربائية لا خيار لك الخيار لها اذا باصل المدد من غيرك باصل الاختيار منك وبها تمدح اذا استخدمتها مصيبا وبها تذم اذا استخدمتها اذا استخدمتها مصيبة مصيبة يعني اذا المدح بين الناس يشعر بالاختيار عودوا الى المثال الذي كنت قلته لكم قبل يومين المدح بين العقلاء للاختيار للتصرف لا للقدرة الخام ولذا اعطيتكم مثالا وقلت ان العقلاء لا يمدحون ضريرا اعمى عاش بين الناس دهرا ثم مدح بعد ان حمل وقيل هنيئا له لم ينظر بالحرام ولا يمدح اعمى ضرير لم يبصر يوما فلا يمدح وهو عاجز انما يمدح القادر على فعله انتهى فلنا صور وشروح في قولهم عليهم السلام لا جبرى ولا تفويض اتيت لكم ببيانين عنها البيان الاول اننا نرى بالوجدان امورا مكرهون عليها واننا نرى بالوجدان امورا مخيرون فيها يعني نحن مجبرون ونحن مخيرون الصورة الثانية او الشرح الثاني لا ان ذات الفعل له هيئتان هيئة القدرة الخام فمجبرون وهيئة التصرف والاختيار فمخيرون وبهذا يدين العقلاء ويتمادحون ويتخالفون ويحاكمون ارأيت العقلاء في الكون كيف يدينون المجرمين كل من ارتكب جنحة او جريمة يطالب ولا يسمع من احد في عقلاء الكون كله لا يسمع منه اني كنت مجبورا على ذلك ومن اجبرك يقول ان القدرة المطلقة لله عز وجل هي التي اجبرتني كلام بعيد عن العقل والمنطق انتهى الفت عناياتكم الى عندما قلت لكم ان التصرف والحركة هي ملكك وان القدرة الخام هي من غيرك اقصد بالحركة الحركة الاختيارية لا مطلق الاثر فان النار في احراقها والشمس في اشراقها لا خيار لهما عليه انما هما مجبرتان مجبرتان فقد تكون حركة من الانسان صادرة وهو مريض مرتعش فلو صدر منه حركة بفعل ما ليس هذا ما اقصده انما اقصد الحركة الارادية الحركة الاختيارية الحركة التي ان شاء فعلها وان شاء تركها على هذا يمدح ويذم اي على هذا يحاسب اعود اعود ملخصا اثبتنا او نثبت لاحقا بان للكون ربا قادرا عالما قيوما حيا لا يموت واحدا احدا هذا القادر العالم عادل 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 عالم عادل بعلمه وعدله عرفنا مضار ومنافع العناصر الموجودة كيف عرفنا عبر الانبياء فالتوحيد فرع النبوة والنبوة هي سفارة من اهل السماء لأهل الارض لبيان الضرر والنفع في الدين والدنيا يعني في المعاش وفي المعاد في معاشنا كيف نعيش وفي معادنا اليوم الاخر فالسفارة السماوية اي النبوة وضحت وبلغت ما اخبرت السماء به والنبوة اثبتت لنا اولياء معصومين لا يأتيهم الباطل من بين ايديهم ولا من خلفهم فهم الائمة يعني النبوة اثبتت الامامة وأصل التوحيد قلت واحد احد عالم بعلمه ارسل نبيا وامره ان يعين اماما بعدله خلقنا لننتفع واماتنا لنثاب فهو عادل ولا يليق به ان يضيفنا فيعدمنا كما قنت قلته لكم سابقا فاثبتنا العدل العدل صفة من صفات الله عز وجل لكنها انكرت من كثيرين فاشرنا اليها كاصل من اصول الدين والعدل والقدرات الربانية تثبت حياة بعد الموت للحساب فالاصول خمسة توحيد ونبوة وامامة وعدل ومعاد اي حياة بعد الموت انتهى ملحق يسير ونسير فيه نحن موجودون في هذا الكون ونرى من حولنا وما حولنا من حولنا وهو كثير فيها شيء نعرفه وفيها الكثير مما نجهله نحن نتعرف على من حولنا وما حولنا وسائل المعرفة ما هي كيف نتعرف على من حولنا وما حولنا ومجهولاته اكثر من معلوماته والكون هائل الكون يصرخ بسم الله عز وجل يصرخ بسم القدرة يصرخ بسم الاعجاز هائل في كل عنصر من عناصره دليل على انه مخلوق لواحد احد عالم قهار جبار كل عنصر من عناصر الكون يصرخ بسم القدرة الالهية الهائلة قال فيا عجباً كيف كيف يوصل اله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد المخلوقات المخلوقات الحيوانية نتعرف هي الوسيلة الموجودة في كل اوجل المخلوقات الحية الحواس والحواس تعرفني صنفاً وشطراً ومجموعات مما حولي هو من المحسوس يرقى فوق هذه الادات العقل فيعرفني المحسوس والمعقول الموجود الذي أراه وما لا أراه يصل بي العقل إلى معرفة ما لا يراه وما لا يحس بالحواس يصل العقل بي إلى معرفة ما وراء الطبيعة فالعقل أداة من الأدوات التي تعرفني ما أجهل وتوصلني إلى ما أجهل ولكن العقل يقف عند صقف ويقف عند حد على قدرته وعلى عظمته يعني هذا العقل على قدرته وعلى عظمته فهو صارخ بالعجز يسبح باسم الله الواحد الأحد القهار العقل لا يدرك كل شيء والعقل يقف عند كثير من الأمور والأسئلة لا يحسن عليها جوابا وكيف يجيب بما لا يحيط به علما العقل لا يتقحم الناس يتقحمون النفوس تتقحم العقل لا يعتدي النفوس تعتدي العقل لا يقتحم ما يجهل النفوس تقتحم ما تجهل النفوس فيها شريرة وفيها خيرة أما العقل وقصدي بالعقل ليس الدهاء قصدي بالعقل الذي يوصلك إلى الصواب حتما العقل الذي عُرف به الرحمن عُبِد به الرحمن وطُلبت به الجنان العقل الذي يتطفق عليك يتطفق معك عليه كل البشر كل العقلاء قواعد أساسية وما نراه من الناس من حولنا إنما هو الدهاء الشيطنة نتائج النفوس أبو الحسن الزعيم المفدى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سُئل عن مثل هذا عن الذكاء عن الدهاء طبعا الذكاء هو ما يوصلك إلى الصالحات إلى الصواب والدهاء هي قدرة الحيال والمكر التي توصلك إلى ما تريد أنت فكان عليه السلام في صدد بيان ومدح الذكاء وقال العقل ما عرف به الرحمن واكتسب به الجنان وإلى آخره فقيل له والتي والتي عند معاوية قال تلك النكراء دهاء دهاء لو لا كراهية المكر والغدر والخداع لكنت من أدها الناس بالأدها الناس على كل على كل فالعقل لا يتقحم يكشف ما يكتشف لديه ويقف عندما يجهل يقف لا يتقحم عن أمور وصفات ما وراء الطبيعة يقف يحلل يعطيك خيارات إمكان إمكان يمكن يمكن إذا عرضت عليه أي موضوع يطبق عليه حكما فيقول يجب يمتنع يمكن إذا أدرك يقول يجب أو يمتنع وإذا أدرك الإمكان يقول يمكن وإلا يضعه في خانة الإمكان جيد أرأيت كيف قلت قلت إن أدوات المعرفة ثلاثة الحواس تعرفك شيئا ولا تصل بك إلى كل الأشياء أرقى منها العقل يعرفك جل الأشياء لكن لا يعرفك كل الأشياء كيف أعرف كل الأشياء أنا كعاقل بشر مخلوق عظيم فطرني ربي وخلقني وأبدعني وأودع فيه عقلا خلاقا هائلا العقل العقل يسائلني يطالبني أن أعرف أن أعلم أن أبحث وأن لي ومن أين حواسي قاصرات وعقلي قاصر وينبغي أن أعرف ويجب أن أعلم عن مضار الأشياء وعن منافعها عن مصالحها عن مفاسدها عن وجودي عن إيلادي عن إيجادي عن موتي عما بعد الموت كيف أعرف كل هذا من أنا ولم أنا ومن أين أنا وإلى أين أسئلة ينبغي أن يكون الجواب عليها على قدرها مضار الأشياء المبتكرات ومنافع الأشياء الحادثات ومصلحة هذا الأمر ومفسدة ذاك كيف أعرفه ومن يعرفه الذي يعرفه هو الذي خلقه كما كنت قلت لكم إن العالم العالم بالجهاز الذي بين يديك هو الذي صنعه وأبدعه هو الذي أوجده هو العالم بمدة بقائه وصلاحية عمله وصوابه وخطأه هو العالم بما ينفعه ويضره هو الموجد هو الخالق وكنت قلت إننا نحن المسلمين قائلون بوحدة المشرع والخالق الذي خلق هو الذي شرع ليس الخلق من أحد والتشريع لآخر فتضيق إحدى الدائرتين يا إذا كان أحد خلق هذا وأريد من أحد أن يشرع فإما أن يشرع أضيق أو يشرع أوسع وحدة الخالق والمشرع عقيدتنا يأتي بيانها إن شاء الله لا إله إلا الله خالقا ربا يعني مدبرا خالقا يعني موجدا ربا مدبرا إلها معبودا ومشرعا فلا مشرع لنا غير الله لا نؤمن بغير الله مشرعا كما لا نؤمن بغير الله موجدا ومدبرا للكون سموها سمونها الوحدانية في التشريع كالوحدانية في الربوبية وفي الألوهية وغيرها إذن وسائل المعرفة وقفت عند حدها فكيف أعرف ما حولي ومن حولي من حولي وكيف أجيب وكيف أجيب على تساؤلات هذا العقل الهائل العظيم الخلاق كيف يعرف المضار والمنافع في هذه العناصر الكثيرة طريقه ينحصر طريق المعرفة بها ينحصر بالاتصال بالذي خلقه حتى نعرف كل شيء من مضارها ومنافعها ينبغي أن نرجع إلى الذي خلقها إلى الذي أوجدها نقول له يا أيها الموجد الأشياء يا أيها المبدع للكون فيه مضار ومنافع بين لنا كيف نتصل به كيف نوصل إليه سؤالنا كيف يعود إلينا جوابه كيف كيف وسيلة الاتصال بالخالق بالموجد هي تلك التي نسميها الوحي فوسيلة المعرفة الكبرى هي الاتصال بالجهة التي أوجدت وأبدعت وخلقت هي الوحيدة العالمة بتفاصيل أضرارها ومنافعها فالرجوع إلى الموجد وإتيان المعارف من الموجد هي الطريقة المثلى للمعرفة فهي ما نسميها بالوحي والتي نحصرها بالسفارة الإلهية أي النبوة النبي سفير ربنا إلينا سفير السماء إلى الأرض الوحي الوحي هي الطريقة هو الطريقة المثلى والكبرى والأوسع للمعرفة لأن غيرها من الوسائل لا يكفينا ولا يؤدي مطلبنا فوسائل المعرفة ثلاثة حتى غير المؤمن بالوحي حتى غير المؤمن بالوحي إذا سألته سؤالا عقليا قلت له كيف كيفية المعرفة يقول الحواس والعقل وغيرها يقول لا يوجد شيء إلا أن تفرض شيئا ما سمه الوحي هكذا يعني يفرض لك شيئا لأنه يعلم أن العقل لا يجيد الجواب لا يجيد الجواب عن كل شيء بعد جيد دقائق في مجال بك تسهل فيش مشكل انتهت النقطة طبعا هكذا أفهرس أقول ابتدأنا انتهينا عطفنا الحقنا الآن انتهت النقطة بوسائل المعرفة شيء له علاقة به ما ما يكون معرفا للنفع والضرر مبدأه الغريزة ومنتهاه الوحي يا حبيبي في أمان الله عليكم السلام ما يكون معرفا للنفع والضرر مبداه الغريزة مبدأه يعني ومنتهاه الوحي وكل بحسبه ويا رب العباد ما أحكمك ما أحدلك سبحانك من رب كريم رؤوف أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وسالت أودية بقدرها كل وطاقته كل وقدرته كل وما يحتاجه وكل وما يكفيه ابتداء من الحشار الحشرات يعني وصولا إلى أكبر الكائنات التي نراها أو من الظرة إلى المجرة أصغر الأمور ذرة وأكبرها أجراما المجرة تعرف المجرة ما تسمى بالإنجليزي يا أحمد هذه المجرة مجموعة النظام الفلكي فالغريزة فالغريزة تحفظ النفس وتدفع الضرر الغريزة الغريزة مقدرة أو قدرات قائمة بالشاخص بالشخص بالذات تحفظ الذات وتدفع الضرر تجوع فتأكل وتعطش فتشرب وتدفع الخطر عن نفسها لحب البقاء لحب الوجود حتى تبقى على قيد الحياة بالغريزة الغريزة تشعرك بالنقص لتكمل تشعرك بالنقص تعرفك بالضعف حتى تتكامل أنت من جوع وعطش وشهوات وغيرها إلى آخره حتى يبقى هذا النوع ويبقى هذا الكون اسمها غريزة مفطور هذا المخلوق مفطور على الحب الكرة الذات الغير إلى آخره غرائز غرائز لو لاها لما حفظت أنواع الموجودات ترى الغرائز عليكم السلام ترتقي هذه الغرائز ترتقي هذه الغرائز إلى سقف لطيف يدرك بهذا السقف حتى من الحيوانات بعض الكمالات بعض الكمالات حبيبي تفضل أعيد لك الغريزة لكل حي للحيوانات تدرك النقص في الجوع وتدرك النقص في العطش وتدرك النقص في غير هذا مما تشتهيه فتكمله فتكمله فتملأه لتحفظ نفسها ووجودها بس هل تعرف الغرائزيات هل تعرف كمالات وانسجاما واجتماعيات هل تعرف تعرف التعاون بلا شك نرى الحيوانات جلها أو كلها تتعاون فيما بينها غريزة وتحسن الاستفادة من بعضها البعض بالغريزة لكن ترتقي الغريزة إلى مستوى ألطف وإلى مقام أشرف وما زالت غريزة وما زالت غريزة هل تميز الغرائزيات بين الظلم والعدل لا ندري هل تميز الغرائزيات بين الأنانية والتعاون لا ندري هل 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 أسئلة نعم إن الغرائزيات ترتقي أحيانا إلى حد تميز فيه بين بعض الكمال والنقص بين بعض الجود وغير الجود بين بعض الحق وغيره غرائزيات وأعطيك على ذلك مثالا إن الحيوانات بغرائزها تميز بين الصرقة وغيرها تميز بين الصرقة وغيرها خذ مثالا الحيوان الأليف الموجود بين الناس كالهرة مثلا إن جاع وصرق يأخذ المأكول ويهرب ويأكله خارجا وإن أعطاه صاحب البيت أخذه باطمئنان وجلس بجنبه يأكل بأمان فإنه يميز بغريزته الفارق بين الصرقة والعطاء بعقله لا بغريزته ترتقي الغرائز عند بعض الحيوانات إلى حد من الذكاء إلى حد يعني توصف بأمور فيميز الحيوان بغريزته بين العطاء والتعدي بين الصرقة وغيرها يميز وهذا مثاله أيها الأحبة أرقى من الغريزة الفطرة قلت لكم قبل قليل قد ترتقي مدارج الغرائز إلى أول الفطرة التي بها ندرك الفارق بين الكمالات وبين النقص بين الخير وبين الشر بين الحسن والقبح بين الحسن والقبح بين الظلم والعدل بين بين هذا من مدارج الرقي وهو أدنى مراحل الفطرة فالذي هو أرقى من الغريزة ماذا يسمى الفطرة وما أجمل الفطرة الفطرة هي التي يقوم عليها نظام العقلاء مش نظام العقل الفطرة هي التي يقوم عليها نظام العقلاء الفطرة هي التي تفرض الآراء المحمودة والصفات الكريمة هي التي تميز بين الفضائل والرضائل الفطرة هي التي تجعل مائزا بين ما يحسن وما يقبح الفطرة هي التي تكون حكما بين ما يمدح وما يذم فيقال هذا من حكم العقلاء وبهذا يتفق عقلاء الكوني مع رض النظر عن تدينهم بدين السماء أو إنكارهم بدين السماء لا فرق العقلاء كلهم يجمعون على حسن العدل وقبح الظلم على حسن الكمال وذم النقص على حسن الصدق وذم الكذب كل العقلاء هذه يا إخوتي من أحكام الفطرة هذه من أحكام الفطرة أرأيت؟ دائرة الفطرة متسعة تحكم نظام العقلاء في دنياهم وبها يحتج الله علينا في الآخرة الفطرة ما معنى الفطرة؟ باللغة باللغة الفطرة هي تساوق معنى الخلق نعم هو هذا أحسنتم هو هذا يساوق معنى الخلق يعني أنا قلت إختي يساوق لأني لا أقول أنها هي هي لأن الترادف بعيد هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني أوجدني خلقني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وكقوله تعالى وهذا ما أريد قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها أكمل الآية لا تبديل لخلق الله التعبير الأول كان فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها تمت الفطرة لا تبديل لخلق الله رأيتي أختي لو كانت هي هي لما كانت تعبيرها كذا فطرة ولا تبديل لخلق الله كان لا تبديل لفطرة الله فإذن يشتركان فيه وينفصلان فيه بس بالمساوقة العرفية نعم هو هو إذن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أكمل ذلك الدين القيم هذا هو الدين يرحمكم الله هذا هو الدين ما هو الدين هو الذي فطر الله الناس عليه ما أجمل هذا التعبير وأرقاه سبحان ربنا يقول أيها الناس أنا أعاملكم وأحتج عليكم بما أوجدته فيكم أنا أخاطبكم بما فطرتكم عليه أنا أخاطبكم بما أودعت فيكم من صفات الكمال والجمال من التفريق بين الفضائل والرذائل هذا خلقي فأروني ماذا خلق الذين من دوني هذا خلق الله هذه فطرته هذا إبداعه وإيجاده تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم على هذا تسير نظم الدين عندنا ما أودعه سبحانه به يحاسبنا وعليه يثيبنا إذن الفطرة هي أرقى من الغريزة ويا لله ترتق الفطرة مع أصحابها إلى حد عال 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 دون الوحي تشمل التسديد والتوفيق بل والإلهام بل 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 الفطرة الصافية للنفوس الصافية أرأيت كيف الحيوان يمتاز فيما بينه في الغرائز بين ضعيفة وقوية بين ضيقة وواسعة الغريزة الفطرة أيضا كذلك بس عرفتك إياها وقلت الفطرة هي المائز الحق بين الفضائل والرذائل بين الجمال والنقص والقبح بين النقص وهكذا هذه كلها أحكام الفطرة وأنهي قولي إن جل لا أقول كل إن جل ما نحتاجه من الدين بل إن جل ما يحتاجه العقلاء من الدين يجاب عليه بالفطرة يجاب عليه بالفطرة طبعا قلت لكم ولا تنسوا أن أحكام الفطرتي هي أحكام العقلاء بما هم عقلاء هذه ذكرتها أحكام العقلاء التي بها يثبت الفضائل المحمودة الأخلاق المحمودة الأخلاق الفاضلة التي كانت تسمى لدى الفلاسفة أفلاطون وغيره الأخلاق الفاضلة المبادئ الكاملة أحكام العقلاء هذه مناشئها الفطرة وبها يفرق بين الفضيلة والرذيلة وبين النقص والكمال وبين الجمال والقبح وهكذا بالفطرة فالفطرة وأحكامها كافيات في إثبات جل الدين لا أقول كل جل الدين فلا يستهان بأحكام الفطرة بل هي هي ما يطلب وجوده للإحتجاج ولإقامة الحجة والدين الفطرة نعم تقف عند صقف على علوها وكمالها الفطرة تقف عند صقف وتعجز عن إثبات بعض أحكام فيأتي دور العقل فيأتي دور العقل هذا آراء فاضلة آراء محمودة أحكام الفطرة فوقه أمهات القواعد التي بدونها يختل الكون وهي أحكام العقل وفوق العقل أحكام الوحي اتضح التسلسل قصدي اتضح التسلسل يعني اتضح البحث متسلسلا لا التسلسل بالمعنى المنطق الذي هو ممنوع حتى يقال أنا ما كنت أتكلم عن التسلسل والدور اتضح البحث متسلسلا وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين